السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في عدد جديد من برنامج نسمه صح نسمه صح في العدد هذا نحن نتكلم عن ظاهرة التهور في السياقة في شهر رمضان وأرحب بشيخنا الفاضل والدعي المعروف الشيخ حمزة درويش مرحبا بكم سيدي السلام عليكم الله يبارك في شهر كلما دخل علينا شهر رمضان إلا وتزداد نسبة حوادث المرور وللأسف للأسف الشديد وهذه لها علاقة كما رأينا تقريبا لها علاقة تكامل وترابط مع مسألة الغضب في رمضان يعني يزداد هي حوادث المرور كاينة حتى قبل موجودة حتى قبل رمضان لكن للأسف تزداد وخاصة خاصة ربع ساعة الأخيرة قبل أدن المغرب سبحان الله كأن الناس يعني إذا لم يصئ إلى البيت مع أدن المغرب كأنه ستنتهي الدنيا في حقه لا وسبح الله هو ترتب على ذلك مآسي عظيمة جدا مآسي عظيمة جدا ولهذا كل سنة نسمع للأسف عشرات الوفاية في شهر رمضان لشبابين في مقتبل العمر حتى أطفال حتى أطفال ويروحوا ضحية وزيد كذلك حتى ناس كبار في السن يعني المهم وحنا عناها العقلية سبحان الله يعني قعدة ربع ساعة عشرين دقيقة لازم نحقه الضالة كأنه كان يؤدن عليه وما زال من الأحق الشرع قلت لك كأن الدنيا ستنتهي ومن بعد ذلك نعيش ومأساة ومعاناة كم من إنسان إعاقة دائمة طول حياته خلاص حياته فسدت وكم إنسان مات حنا في منطقتنا السنة الماضية سنة الماضية حنا علشت البحر مع أدن المغرب خرجت سيارة من طريق البحر طاحت ليرو وشيل تحتها بها والحمد لله سلم الله زوجة السائق ما مات جبدوها الناس جبدوها الإخوة لاحين يصلوا للمغرب راحين يصلوا للمغرب سبحان الله كان يخلي عائلة يتم أبناء من أجل لازم يوصل الضلالة أخي الكلام تهور عجيب وسبحان الله هذا التهور قلت لك يكون في اللحظة الأخيرة تعالى الصيام تعالى النهرة يعني قبل المغرب ربع ساعة عشرين دقيقة فأنا نقول لإخواني تريتوا في رمضان عبك بليح يعقوب حصارات ركح الضياء مش الضياء أول أنت تقدر تموت تيتم عائلة عبك مأساة عظيمة ستترتب على أجيال أجيال وميتبعفك عندك ولادك حيشوية تامة عندك زوجة عندك أب عندك أم عندك عائلة ولهذا أنا من لافتة والله غر واستحببتها كثيرا وأعجبتني نقراها كين بعض لافتت في الطرق السريعة كين تكون تبشية ساعة ننذرة ساعة بلك نكون مشي في رمضان بلك نكون نجري شوية أو لا ننسى روحي والله غير نشوف هذه اللافتة النقص ألا وهي عائلتك في انتظارك نعم سبحان الله غير نقرأ هذه اللافتة يجيني في بالي ولادي يدي صغير بنتي وليدي زوجة تاعي أهلي كامل صحيح يجوني نقول سبحان الله على الجلسة العزائدة باطل رأني رح نضي عائلة نيت مع عائلة وأنا بلك نموت لما مش نعيش إعاقة الحياتي على أهلي ماذا هذا فهذا يولي للوعي يولي للدين كذلك لأن أهل العلم ماذا قالوا قالوا الله يعني كاي الناس ما نتكلم مش غير وسكح الدير وش حيصر عليك كذلك كاي الناس يرحوا الضحية كاي الناس تقتلهم كاي الناس راح تقتلهم راح تقتل أبا لك تيتمعائلة ولا تحطم لها حياتها كاي الناس محتل هذا أهل العلم قال لك ما تكن تمشي في طريق في على متع ثمانين لا فيتة ثمانين يعني ممنوع عليك جاوز ثمانين قالوا مثلا لو تجاوزت ثمانين قدر الله وقال إنسان وقتله قال بعض أهل العلم يعتبروا من القتل اللي عمد يعني انتا عمدت قتله لأنك مشيت في طريق بسرعة ممنوع عليك انتا ما تاني ثمانين انتا كنت تمشي مياه شوف يعني أين وصل بأهل العلم ليضبطوا هاد الأمور لأنه راي أرواح في اللاب المشكلة راي أرواح في اللاب راي نفوس راي دماء راي عوائم فكيت ولما يحدث الأمر يقول لك كاسب أبنى عند رب نازل أسهادية نعم نحن نعلم أن كل شيء بقضاء الله وقداره لكن كايين حاجة واسمها الأسباب خاشكي قضاء وقدار نعم وعجي يقول لي بسح شيخ مكتبة مش يغفق أمر السياقة قفونا نقول له صاح كل شيء مكتوب كل شيء بقضاء بسح كايين السبب تكون السبب نعطيك الميتان نقول له ما تكون كايين قادر نقول له دوك نشعل لك النار ورمي يروحك فيها عمي عمي احتيهادية قضاء وقدر شفت ما تعرف باللي عندك سبب يمنعك من إلقاء نفسك في النال كيف كيف لا أخيك كايين قادر وقدر وكايين أسباب والله مسبب الأسباب سبحانه وتعالى نادي وكيف يربي فينا رمضان خلق الروية وعدم الاستعجال هو مدرسة بحد ذاته هو مدرسة في الروية وعدم الاستعجال قد يقول القائل والدالل الدالل أنه مثلا مدرسة في الروية وعدم الاستعجال هو الصيام يعلمك الصبر وأن تتأنى إلى غرب الشمس لتفعل أشياء كانت محرمة عليك في نهاره يعلمك تصبر يعلمك تتروى يعلمك تأني أصبر طعم الشارق أصله حلال بصح في نهار رمضان حرام حتى تغرب الشمس يا ربيك على أنك لا تتسرعش وستنصل كما وصلت إلى غرب الشمس وستفتن ستنصل حتى في شؤوني حياتي لهذا رمضان مدرسة يعلم صاحبها أنه يعيش في حياته التاروية الروية التؤادة للآناف وهذه الصفات يحبها الله مرة جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة جاء وفد هذا وفد بني عبد القيس حديث عند الإمام أحمد وغيره جاءوا إلى النبي عليه الصلاة ليبايعوا على الإسلام فلما جاء وفد بني عبد القيس وش قالهم النبي عليه الصلاة جاءوا من اليمن قال أفيكم الأشج ابن عبد القيس رجل اسمه الأشج نفسه يعرفه يعرف اسمه فقط فقال رجل من أنا هو يا رسول الله أنا هو الأشج اللي يكتب خصلتان يحبهم الله ورسوله عند قزود صافات يحبهم ربي ونبي خصلتان يحبهم الله ورسوله قال وما هما يا رسول الله قال الحلم والآنات حاليم مؤتقيل آنات شوف الصيفة يحبها الله ويحبها رسوله ورمضى جاء لي ربيك على صفتين يحبهم الله ورسوله قال خصلتان يحبهم الله ورسوله قال وما هما يا رسول الله قال الحلم والآنات وش قالوا الأشج بعدها قالوا يا رسول الله أكتسبتوهما أنا أم جبالني الله عليهما يعني هادوا ما أنا يكتسبتهم بالعقل ولا رب يخلقني فيها هذه الصفة قال بل جبالك الله عليهما يعني انت زد زد بهم فقال الأشج الحمد لله الذي خلقني الله عز وجل على ما يحب خلق عطالني فيها صيفة بلما اكتسبتهم يحبهم رب سبحانه شاهد الحلم الآن التقيل الروية التؤذى التأمين هادية عبادات يعلمون إياها رمضان سياقة كيف يفعله كيف يفعله كيف يفعله كيف يفعله سرعة جنونية سرعة جنونية أخوي أنت يا فرق في وسط العاصمة في وسط المدينة يمشي خمسين ستين هل تتقس واحد يعني ألف بالمئة محشي يعيش حتى يعني لما تكون يكون إزدحام تجد هو يعني سبحانه تهور وتدخل في الأخلاق نعم خلت شاهده قادر ندير هكذا كنا محشي قادر فلان قادر لكن سبحان الله من سنة كما من سنة ونحن سبحان الله نحن كاين دوك وهذا التهور هو التهور الشباب أحيانا زحمة يخرج بين الناس ويدوب لي ويتجاوز كذا لا حتى الناس تشوفك تقول سبحان الله وكاين نس كبار في السنة يديروا هكذا حتى يشوفك وش حي يخسر عليك يقول لك خيارك كبير صح كبير ديرات الأول هلا مشي قادر فلانا نخرج كما انت وندير كما كما نسموها بالدرجة يعني يقول لهم مارك مشي قلت مارك تخرجها هكذا قادرين ديرها بصحة الدين تعصى الرجوع كي تكون تقيل ورزين ونسنا دالتي كما كما الناس خاوتي حتى الناس تحتار منك وما توصرش ما توصرش نفسك إلى مواطن يحتقرك فيها الناس وحد يقول لك كبير وحد يقول لك هذا وحد لا هلا توصرها ومده أنت عندك ردة فعل قد تقول لك كلم قابح في نهار رمضان لهذا نارها تسلوكيا نقول له نقول له أزمتنا أزمت أخلاق أكيد حتى الناس بكري وش يقول لك الشيخ ملعقل فيها راحة سبحان الله ملعقل فيها راحة وملعقل يوصل 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 حتى كاين مثل باللغة الجنابية يقول لك مثلا يقول لك سبحان الله أحدهم نصحة صاحبة كانوا في السيارة قالوا امشي بروية فأنا مستعجل ما اخش دوس ما اخش دوس ويخيسي أمشي بالعقل خدش أنا مستعجل الأصل لنتك تكون مستعجل تتجري لا لا نمشي بالعقل باش نوصل خدش كين نمشي بالعقل نوصل قد كين كون نفسها قد ما نوصلش هذي أمشي بروية لأصل لأنني مستعجل أو مستعجل نعم من خلال شيخنا برنامج نصمو الصح ما هي النصائح التي تقدمها لهؤلاء السائقين أنا نقول لأخواني السائقين عائلتك في انتظارك واحدة اثنين والناس لهم عوائل تنتظرهم إياك أن تكون سببا في قتل إنسان أو تكون سببا في أن تصيبه بإعاقة دائمة تقطع لرجله قد تقصر الظهر يقول لي اخلاص إعاقة دائمة حكمت له حياته حكمت له كانت عنده آمال عنده عنده ولاده في هذه الحياة كنت انت سابب بسبب تهور ثلثة واني خمسة واني باش نلحق الضاق بالما يقدم من لازم يلحق على الفطر سبحان الله ماشي أربي سبحانه وقال لك السوم كما أمرتك طاعة من الله ماشي لازم تكون على المغرب في الدار ماشي لازم تكون على المغرب في الدار قد تلحق 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 أربع ساعة متأخر عشر دقائق معليش نلحق نلحق وفرحان والحمد لله والمشكل كي صرار ذلك المشكل ما لحق وآدى نفسه أو آدى نفسه ولم يصل إلى ما كان يصبو إليه وآخرتها ندامة ندامة والمشكل الله يا هذه تجربات بعض الناس شوف الندامة حوادث المورور المميتة أو القاتلة والتي تسبب إعاقة دائمة الغالب سمها هذه ندامها مدى الحياة صح ندامها وخاطعاً يبقى ضميرك أنبك طول حياتك ولا أنت كنت سابب متى ركمت حياتك ولادك عائلتك يعيشوا هذه الحصرة ولا مثلاً كنت سابباً في أنه إنسان مثلاً سببت له ععاقة وكذلك أبقى بلي ضميرك ضميرك ما يقول ما تلتحش ضميرك طول حياتك قد نهار كل ما تشوف هذه الإنسان تفكر تقول يا لي تاني تعيش ندم طول حياتك بسبب خمس ثوانية سياقها أكيد بارك الله فيك شيخنا الله يحبه رب يجزيك خير رب يجزيك خير رب يجزيك خير آمن وإياكم رب يحبه وأنتم مشاهدين الكرام إلى هنا ينتهي عددنا لهذا اليوم إلى أن نلقاكم في عدد جديد آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة